نرجع تاني لأخبارنا والنهاردة النادي الأهلي توجه بلقب كأس السوبة للأفريكي وتأهل رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي الزمالك في مباراة مسيرة جداً 32-31 المباراة اللي أقيمت اليوم بالنيجر طيب أنا بقول المباراة مسيرة جداً ليه؟ عشان المباراة على مستوى النتيجة والمتابعة للنتيجة كانت نقطة بنقطة والزمالك يمكن كان متقدم تقريباً معظم فترات المباراة ويدر النادي الأهلي فيه الدقائق الأخيرة أنه يحسم المباراة لصالحه بس المباراة ما تزعيتش ما تزعيتش في أي مكان خالص خالص تسأل بقى نفسك كفين 22 مباراة مهمة جداً زي دي ما بتتزعش ليه طيب اللي خد قرار أصلاً أن المباراة ما تتزعش أو أن المباراة تبقى في مكان غير مهيئ لإزاعة المباراة أو ما عندوش الإمكانيات طبعاً كل دولة أفريقية محترمة كل دولة ولها إمكانياتها بس هي مباراة كبيرة ومباراة مهمة فكان لازم تتزيع كان لازم نشوفها إحنا عمليين نتابع مصر كلها تابعت المباراة بيد مراسل في النيجر كلنا كلنا ما نعرفش أي حاجة عن المباراة ما نعرفش إلا حصل ما نعرفش أحداثها ما نعرفش أي حاجة نشوف بس النتيجة لسكور فحاجة غريبة جداً بصراحة كلنا النهاردة كنا عاديين متضايقين كلنا متضايقين إحنا شارفين نشوف المباراة مباراة مهمة جداً يعني مباراة مؤهلة الكأس العام للأندية مباراة دربي بين الأهل والزمالك كل حاجة يعني كل حاجة بس واضح من النتيجة واضح من أحداثها المباراة كسكور كان بيتغير كل شوية إنها كانت مباراة مثيرة جداً الزمالك كان في فاطمة الفترات تقدم بفارق ثلاثة هداف الأهل قدر يتعادل وقدر يكسب في آخر وقت المباراة بهدف الأهلي يلعب كأس العالم للأندية لكرة اليد في الرياض حاجة مهمة دي بطولة تانية السوبر أفريكي اللي يفوز بيها النادي الأهلي نهاردة كمان بالنسبة للنادي الأهلي في كرة السلة خسر أمام فريل اتحاد سكندري ولكن في كرة السلة بنتيجة 86-77 في أولى مباريات نهائي دوري السوبر كرة السلة اللي أقيمت على صادة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر النادي أنتعرفين بيستوب 5 خمس مباريات بين الأهلي والاتحاد اللي هيكسب 3 مباريات هو اللي يفوز بالبطولة نهاردة الاتحاد بعد الوقت الأصلي خلص الوقت الأصلي تعادل الفريقين تعادل النادي الأهلي بالثلاثية فيه اللحظات الأخيرة وقت ما كان الاتحاد متقدم بفارق 3 قدر النادي الأهلي يحقق السلاثية مع الثانية الأخيرة عشان يتعادل في المباراة يلعابه وقت إضافي ويقدر الاتحاد يحسم الوقت الإضافي لصالحه فيه النهاية عشان يفوز بأول مباراة في بيستوب 5 بينه وبين النادي الأهلي مواجهات كبيرة جدا ومباراة رائعة جدا في الألعاب البعيدة عن كرة القدم الحلو الممتع أنك تلاقي الناس كده على السوشيال ميديا والناس في الشوارع والقفهات والقهاوي بقوا يشغلوا مباراة كرة السلة بقوا يشغلوا مباراة كرة اليد اهتمام الناس بالألعاب الأخرى بقى اهتمام كبير جدا لو شفت النهاردة الناس على السوشيال ميديا كانت تتابع إزاي مباراة الأهلي والزمالك وفوز النادي الأهلي اليوم بكأس السوبة الأفريقية متابعة هائلة جدا ما تقلش أبدا عن متابعة كرة القدم طيب البياني كنت لسا بتكلم فيه مع الكابتن عامر حسيني النادي الأهلي النهاردة أصدر بياني رسمي قال فيه أنه أرسل خطابا إلى باتريس موسيبي رئيس الكاف يطالب فيه إقامة المباراة النهائي الدوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة بعيدة عن الفرق الأربعة لتأهالة للنصف النهائي اللي هم بيترو أتليكو وفاكستيف والوداد والألوين كان المباراة النهائية غالبا هتكون بين الأهلي والوداد قال إن الكل كان ينتظر إعلان عن ملعب النهائي في وقت مبكر قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المنفسة إلى أربعة فقط وأكد الأهلي أنه طالب بيئة العدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية في ملعب محايد وإنه لن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده وسط جمهوره على حسب أو على حساب الطرف الآخر خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف طيب الحكاية إيه زي ما قلت لحضراتكم من بارح لو الاتحاد الأفريقي قبل بداية البطولة قال والله يا جماعة نهاية دورة أبطال أفريقيا ده هيقوم في المغرب وصل بطل من المغرب ما وصلش بطل من المغرب خلاص النهائي في المغرب زي نهاية دورة أبطال أوروبا كده من قبل ما البطولة تبدأ نهاية فينا يا جماعة نهاية دورة أبطال أوروبا في باريس وصل بقى باريس سان جرمان للفاينال أهلا وسهلا يبقى حظه حلوه هيلب على ملعبه ما وصلش باريس سان جرمان للفاينال يبقى خلاص كده كده المباراة تقوم في باريس لكن انت دلوقتي ما اعلنتش ودلوقتي اتعرف ان الاهلي والوداد هيوصلوا الفاينال فمش من المنطقة ومن الطبيعي ان المباراة تقوم في المغرب منفعش ولا في مصر بالمناسبة مش نبقى عادلين يعني ولا طرف ولا الاهلي ولا الوداد ولا الوداد الاهلي يلعب في مصر ولا الوداد يلعب في المغرب